نبدأ على طول في الدرس الثالث دي طبعا الحاجات بتاعت المقرر اللي فاتت خلينا نبدأ في الاول لو عايز انا اضف الخلايا بتاعتي شوية ان انا اشيل الداتا اللي مكتوبة دي كلها في عندك بس حاجة بسيطة جدا هنا فوق في تاب هوم اسمها كليير كليير في عندك خمس اختيارات خلينا نتكلم عن التلاتة اللي في الاول بس كليير كونتنس يعني حزف المحتوى ده بيحزف المحتوى بتاع الخلايا بس ولو فيه تنسيقات هيسيبها زي ما هي اللي هو كأنك دست من الكيبورد هي هي بتعمل نفس الغرض اما كليير فورمات فليه عكسها حزف التنسيقات يعني هيشيل اي تنسيقات في الخلايا التنسيقات يعني الشكل اللون الحجم الحاجات دي كلها هيشيلها ويخلي المحتوى بس فدي عندك حاجة كان اسمها كليير فورمات اللي هي حزف التنسيقات اما الاختيار الثالث اول اللي هو هنا رقم واحد كلير اول والمقصود بي حزف كل حاجة الكلام والتنسيقات نروح لنقطة كمان تعان نشيل جماعة دول كمان كل ده كمان اشبحتاجينه حدد وعمل كلير اول نبدأ باول حاجة حفز الملف حفز الملف عايز اعمل حفز الملف بتاعه يشيله عندي على الكمبيوتر بحيث ان اقدر ارجع له تاني بعدين يبقى هطلع طابعا على قائمة فايل وفي عندي هنا سيف وسيف از ايه الفرق بين السيف والسيف از السيف المقصود بيها حفز التعديلات على ملف موجود بالفعل يعني الملف كان موجود قبل كده وانا فتحته وعدلت عليه حاجة يبقى هدوس سيف فيروح حفز على نفس الملف اللي انا شغال فيه هو هو اما السيف از حفز الملف باسم جديد انت بتحفز الملف بتديله اسم جديد او بتحطه في مكان جديد ده الفرق بين السيف والسيف از انا هنا اعاوز ادل الملف اسم ومكان يبقى هدوس سيف از اه بالمناسبة من الحاجات الجديدة في اوفيس 2013 يعني ما كانتش موجودة قبل كده في 2010 اول ما بتدوس على سيف از زمان ما كنت تدوس على سيف از يروح فتح لك على طول الشكل ده وعادة بيروح فتح لك الدوكيمنت دوكيمنت وبعد كده يعني انتن عايز تدور على مكان تاني تدور لكن لا من اول 2013 اول ما تفتح سيف از يروح يجايب لك حاجة اسمها الريس انت فولدرس الاماكن الريس انت فولدرس الريس انت فولدرس اللي هي الاماكن اللي انت حفظت فيها او استخدمتها في الحفظة قبل كده بحيس يعني انت توصلها بسهولة اكتر شوية فانا عندي هنا هدخل مسلا على اه انا هحفظ الملف بتاعي على فولدر اسم اكسيل كورس احاول تحفظه على الديسكتوب عندك مفيش مشكلة سأنا ما انصحش يعني انك تشيل ملفاتك على الديسكتوب حاولت تحبتها في اماكن تانية الا لو غيرت اللوكيشن بتاع الدسكتوب. دي قصة ممكن دبقى نتكلم عنها في وقت تاني. بس خليني اروح احفظ الملف بتاعي ده هنا فولدر اسمه اكسيل كورس. وهنا عندي الفايل نيم. اكتب اسم الفايل اللي انت عايزه. مسلا انا هسميه اول ملف. بعد كده هادوس كده انت حفظت الملف باسم اول ملف. طيب لو جيت بعدين وعدلت عملت اي تعديل ايا كان كتبت كلام زيادة حزفت اي حاجة. عايز تحفظ بقى التعديل ده على نفس الملف. تعمل ايه? يا اما تروح تدوس زي ما قلنا. يا اما عندك هنا على طول فوق الايكون الصغيرة دي بتاع تسايف. او زي ما انتو شايفين كده بيقولك بان قصين انت ممكن تدوس من الكيبورد على كنترول اس. ده بتدوس عليها كده خلاص هو سايف دماني مش هيطلب منك حاجة تاني لان هو بيحفظ على نفس الملف اللي انت شغل عليه. طيب نروح لنقطة كمان. احنا الناسة بنتكلم برده في موضوع الملفات فخلينا نتكلم كمان عن انشاء ملف جديد. لو انا خلاص الملف ده مش عايز اشتغل عليه تاني عايز اشيله على كده وابدأ في ملف جديد. العادي ان انت نيو فايل او ملف جديد. بعد تروح على قائمة فايل تاخد منها نيو. تختار بس في طريقة اسهل ان انت ممكن من الكيبورد على طول تدوس على كنترول ان يروح على طول عاملك جديد او ملف جديد. طبعا كنترول ان دي بتنفع معاك في كل الملفات تقريبا. اصدف كل البرامج سواء اكسل وورد بوربوينت اكسس اي حاجة. طيب انا فتحت اا اه عاملة كنترول ان وفتح لملف جديد فيني الملف القديم لها ان كنت شغال عليه هتلاقيه تحت هنا عندك في بتاعك تقدر ترجع لتاني عادت نروح لملف الجديد بتاعك وهكذا. ان نروح لنقطة. البعض كده. كده كده ما لوضعك طويل شوية في شوية كلام يعني يعني اصدفت فيه موقع كتيرة فيه اللي هو تنسيقات تنسيقات الارقام اول حاجة خلينا في الاول بس نضيف عاوز اضيف عمودين كده هنا لو حد تتابع معي الدرس الاول هيلاقي ان اضافة الاعمدة سهل جدا وعايز تضيف عمودين مع بعضك مرة واحدة هتحدد عمودين وتعمل كليك يمين وتختار انسرت فيضف لك اتنين خلينا نسمي ده مثلا رقم التليفون وده الرقم القوي هنشوف رقم الفون في عندك دائما مشكلة هتواجهك في اخر من التليفون لما تيجي تكتب اي رقم تليفون بيبدأ بالزيرو اه لك دي محتاجة بس نوسع الخليج شوي اي رقم الفون بيبدأ بالزيرو وطبعا اي رقم تليفون بيبدأ بالزيرو هتلاقي الي بيحصل الزيرو اللي على الشمال بينشار طيب انا عاوز افهم في الاول هو ليه الزير واللي على الشمال بيتشال? الزير واللي على الشمال بيتشال علشان ده رقم وفي الأرقام الزير على الشمال ما لوش قيمة. فبالتالي يتم حذف. يبقى الحال ايه؟ ان انا اقول للاكسل ان الخلايا دي مش أرقام. التعامل مع الخلايا دي على انها تیکست. على انها نص. كلام ازاي? هحدد الخلايا باتتي كلها اللي فيها المشكلة والليلسه هيكون فيها المشكلة دايما نتعود على كده. بتعمل سليكت على كل الخلايا اللي انت هتكتب فيها او اللي انت محتاج فيها القصة دي. ما تروحش تحل المشكلة في الخلية دي بس. وبعد كده تسيب الباقيين فيهم نفس المشكلة. لا يبقى انا هحدد كلهم مع بعض مرة واحدة. وهطلع هنا زمان كالناس يعملوا ايه? يروحة من ويدخل على فورمات سيلز وبعدين يدور. لا كلام ده قديم. من اول الفين وسبعة في الاصدارات الجديدة كلها. بعندنا هنا حلو مجموعة اسمها number هتلاقي فيها كل حاجة. انا هنا بعد ما حددت الخلايا بدل ما مكتوب جنرال. هختار. كده انا بقول للاكسل ان الخلايا دي اتعامل معها لانها تكست. فلو يتكتب مسلا اي زيرو على الشمال ولا حاجة ما يحزفوش. طب القديم اعمل في ايه? دوس ضغطتين. وحط الزيرو اللي اتحذف لانا اتحذف ما بيروحش. زيرو على الشمال. خلاص كده بقيت عندك امكاني انك تكتب زيرو على الشمال مجرد ما حولت الخلايا الفورمات بتاعها او التنسيق بتاعها خليته تكست. طيب بتظهر معك مشكلة بس صغيرة ان هو بيطلع لك كده علامة خضرة صغيرة جنب الخلايا. تعال نشوف كده ايه الارور اللي هو بيتكلم عنه. بيقول لك يعني بالرقم اللي في الخلايا دي انت عمله انت بتقول انه هو تكست. يعني عايز بيقول لك انت عايزي انت ازاي يعمله تنسيق انه هو كلام وانت كاتب فيه ارقام. هو مش فهم الموضوع. فانت تيجي هنا وتقول له يعني ايه? يعني ملكش دعوة. اي وهي اسمعها كده. طبعا ما تحولش ترجمها تجاهل الخطأ. احنا بس بنقول للاكسل ملكش دعوة بالموضوع ده واحنا هنكتب اللي احنا عايزينه. بس علشان ما تعملش العملية دي كزا مرة تحدد الخلايا كلها واطلع دوس على ده. ومرة واحدة بس اقول خلاص كده ما بقاش موجول وما عندكش مشكلة تاني. ده بالنسبة للصفر على الشمال. لنقطة اللي بعد كده خانة زي الرقم القومي. الرقم القومي عادة هيكون اه اربعتاشر رقم. بس في الاكسل ما بتيجي تكتب ارقام طويلة زي كده. ده خلق مستاشر. في الاكسل ما بتيجي تكتب ارقام طويلة زي كده بيحط لك حاجات غريبة كده بيقول لك وان بوينت مش عارف ايه اي بلاس ما عرفش ايه. كلام غريب كده وبوضع شكل الرقم ما ما حاولت توسع الخلية. لا ما بتديش. ايه الحل? الحل هنا عشان نخلي حجم عشان نخلي الخلايا قصدي تقبل الارقام الكبيرة دي. حدد الخلايا اللي فيها المشكلة. وروح هنا. ما تنساش اونا نحدد كل الخلايا اللي فيها المشكلة واللي هيكون فيها المشكلة. حددت كل الخلايا وهطلع هنا بدل جانرال. المرة دي هاختار نمبر. الهاشز دي بس معناها ان الخلايا ديقة محتاجة توسع شوية. كده الرقم ظاهر بالكامل ومعنديش مشكلة غير بس حاجة بسيطة ان هو يجي في اخر وعمل بوينت زيرو زيرو فتقدر تدوس على الاصفار اللي هنا فوق دي بتعمل حاجة اسمها بوينت زيرو زيرو اللي هو حط علامة عشرية يعني وبعد كده اصفار عشان ده نمبر لأ انا هقول له شيل مرة والتانية كده خلاص مفيش مشكلة ولو كتبت اي رقم دلوقتي مهما كان هيقبله من غير اي مشكلة. ده بالنسبة الرقم القامل. هنكتفي بالجزء ده الحد هنا في الفيديو التالت. ادخل على الفيديو الرابع على طول وكمل تنسيقات الارقام اللي لسه فيها شوية كلام تاني. شكرا. اشتركوا في القناة